موسيقى يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة المغرب تكمل سلسلة أحزاننا في كأس الأمم الأفريقية وتودع من دور الستاشر أمام منتخب جنوب أفريقيا بعد الخسارة اليوم بهدفين دون رد ويا أسفا المغرب أمل العربي الأخير في كأس الأمم الأفريقية وتصورنا أنها هتكون الأمل الأخير مثل أمل كأس العالم المغرب وهي دخل هذه البطولة وهي المرشح الأول بطبيعة الحال بعد حصولها على رابع العالم تخسر من دور الستاشر في كأس الأمم الأفريقية ويا أسفا صدمة كبيرة جدا جدا لكل مشجع كرة القدم في الوطن العربي المغرب وصبقها مصر وتونس والجزائر وموريتانيا أسوأ ظهور عربي على الإطلاق في تاريخ كأس الأمم الأفريقية هذا مخيب جدا 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 للأمال بصراحة هي بطولة معفراطة يعني ديف للمغرب وتونس والجزائر ومعهم مصر وموريتانيا السنغال والكاميرون وغانا إيه ده إيه البطولة دي إيه البطولة العجيبة دي بعيد بقى عن فكرة إنه ما فيه بقاش فيه منتخبات صغيرة وما فيش منتخبات كبيرة بس برضو ما ينفعش مغرب تونس جزائر وموريتانيا ومعهم مصر وأيضا الكاميرون وغانا والسنغال تحديدا السنغال والمغرب ومعهم مصر طبعا مش منطقة خالص أبدا 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 لهم ما يودعوا من دور الستاشر معرفش إيه اللي حصل للمنتخب المغربي بصراحة ما كانتش مبارياته أفضل شيء في الدور الأول والنهاردة ما كانوش أيضا أفضل شيء تقريبا متكاملة فرصة التعادل بضربة جزاء أضاعها وقت مكانة جنوب أفريقيا متقدمة بهدف فقط أكيد المنتخب المغربي هو الآخر خسارة للمغرب والله وخسارة لنا إن احنا ما نشوفش المغرب بكمل البطولة كان عندنا أمال كبيرة إن احنا بقى حنكمل مع المغرب هذه البطولة ممثل العرب الوحيد المتوقي زي ما كان ممثل العرب الوحيد المتوقي في كأس العالم وكنا ماشيين معا الطريق كله الآن أصبحت البطولة مش بتاعتنا بتاعت ناس تانية آه صحيح كارة بتاعتنا وكارة أفريقيا بس ما لناش عرب لناش إخوة بقى في هذه البطولة ويا أسفا بدري أوي يا جماعة بدري أوي بدري أوي على مصر والمغرب وتونس والجزائر بدري أوي ليه كده غريبة الوحيد كان منفعل جدا وبفرج على المباراة النهاردة المغرب وجنوب أفريقيا وانت حاطت في بطنك بطيخة صيفي دي المغرب دي المغرب اللي تعبت البرتغال وأسبانيا وكرواتسيا وبقى المنتخبات في كأس العالم مش هتخسر يعني من جنوب أفريقيا آه صحيح منتخم محترم جدا بس دي المغرب أكيد جزء كبير يتحمل وليد الريقراكي في الخسارة اليوم وأكيد لعيب المغرب يتحملون أيضا الخسارة ما قدرش نلوم على أشرف حكيمي هي ضربة حظ في كل الأحوال يعني سجلها يبقى حاجة عظمة ضيعها ما نقدرش نلومه يعني هو لا يتحمل وحيدا خروج المغرب النهاردة مباراة تانية النهاردة كانت مباراة مالي وبركينا فاز والمالي فازت بهدفين مقابل الهدف وده أمر طبيعي تباسوبة سجل الهدف الأول لمالي في مرمى يعني لعب بوركينا سجل الهدف في مرمى في ديئة ثلاثة وسينياكو سجل الهدف الثاني في ديئة سبعة واربعين وترور يسجل هدف بوركينا الوحيد في ديئة سبعة وخمسين من ضربة جزاء هتولي بقى يا شباب خريطة دور الستاشر واللي حصل فيه ودور التمانية هيحصل فيه ايه عشان تعرفوا حجم المفاجآت طيب كده حسما لإيه الأمر ناجيريا والكاملون ناجيريا فازت أنجولا ونبيبيا أنجولا فازت وبالتالي هي مواجهة بين ناجيريا وأنجولا في دور السمانية في دور السمانية أيضا تحت كده كاففردي وموريتانيا كاففردي فازت والمغرب جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا فازت وما بقيت مواجهة بين جنوب أفريقيا وكاففردي وكاففردي عندها فرصة تاريخية أنها تسعى للنصف النهائي عشان المواجهة تقريبا متكافأة بينها وبين جنوب أفريقيا مالي وبركينا فازت ومالي فازت وهتلاعب كوديفور اللي أطاحت بالسنغال حامل اللقب مالي وكوديفور مصر والكونغو الديمقراطية الكونغو الديمقراطية فازت وعتواجه منتخب غينيا اللي أطوح بغينيا الاستوائي يعني تخيل البطولة فاضل فيها الكونغو وغينيا وكففردي وأنجولة ومالي ومصر والمغرب والجزائر وتونس والسنغال وغانا والكاميرون خارج البطولة ايه ده ايه الفيلم الدرامي ده ده ولا في الأحلام للأسف ولا في الكوابيس للأسف يعني بطولة معفرطة من أول يوم بقولك والله في حاجة غلط ده مش طبيعي ايه اللي بيحصل ده مش منطقي خالص طيب دي حكاية حكاية بقى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر طيب روي فيتوريا طلب من اتحاد الكورة انه هم يحسبوا موقفه اه انا مكمل معاكو ولا مش مكمل عشان انا مسافر لبرتغال خلال 48 ساعة عشان الاجازة بتاعتي طيب اتحاد الكورة موقفه ايه اتحاد الكورة اغلبية اعضاء اتحاد الكورة مؤيدين جدا فكرة رحيل روي فيتوريا بس المشكلة اللي حضراتكم عارفينها هي مشكلة كبيرة جدا شرط جزائي شرط الجزائي 3 شهور هو بياخن 240 الف دولار هو جهازه المعاون في الشهر يعني الشهر الشرط الجزائي اللي هو مفروض ياخدهم في يده عشان نقول له باي باي المفروض ياخد 720 الف دولار الرقم ده مش موجود في اتحاد الكورة عشت بقى بس باجيب لك من الاخر هو بلعب عليه الاخيار التاني ان روي فيتوريا يكمل واحد هيطلع يقول لي دلوقتي ما يكمل اقول لك ما بقى اش ينفع ليه بقى ما بقى اش ينفع عشان انت فقدت السقة تماما تماما فيه اتصور انه اللاعبين كمان ممكن يكونوا فقدوا السقة تماما فيه هل روي فيتوريا عشان بس نرجع للاصل هل روي فيتوريا مدرب كبير ولا لا روي فيتوريا مدرب كبير مش هنغير الكلام مدرب كبير لكنه اخفق اخفاق كبير جدا في كاس النوم والافريقاء لكن في الاصل بس عشان بقى الكلام واضح في الاصل هو مدرب كويس هو الاقة اهو مدرب كويس عنده سي بي محترم ولا اقا عنده سي بي محترم بس اخفق طيب هل احنا عندنا القدرة كجماهير وكاتحاد وكمنظومة كورة في مصر نستطيع ان نتحمل هذا الاخفاق زي ما بيحصل في بلاد تانية بالمناظرة يعني دي شامب اول اول ما مسك منتخب فرنسا عمل اخفاق كبير في اليورو واليورو اللي بعده خسره في ملعبه على ملعبه يعني في فرنسا وبعكي اخد كأس عالم طبعا هل احنا نتحمل ده طيب بلاش هل احنا نستطيع ان نتحمل اخفاق اخر لا قدر الله عدم السعود لكأس العالم بالنظام الجديد السهلي ده اش كاي بقولك هي قصة مش تقييم فني ولا تقييم احترافي ولا غيره احنا بس كلنا هنبقى فقدين السكة طول الوقت فبدري بدري 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 هجيب لك من اخر مجلس دارة اتحاد الكرة سواء يعني هم مكملين اصلا مجلس دارة اتحاد الكرة ولا هتكمل مع فيتوريا اطلع قول بشكل واضح في بان الرسم احنا مضيين مع فيتوريا اربع سنين مشروع وكده كده مكمل احنا بقى نقعد نقول لك والاخفاق اللي عامله قول لي ملكش دعوة يا سيدي تبو حرام عليك ده احنا دمي ليا بيتحرق قول لي لا ما تقلقش هيوصلنا كاس العالم فتبقى هتتحمل المسؤولية هنا كاتحاد كرة ان الراجل لازم يوصلنا كاس العالم خلاص ما انت هتعاللنا كلها احنا كلنا مش عايزين خلاص تاني مش عايزين عشان الراجل اخفاق كبير بشكل واضح وما عندي ناس ثقة انه يقدر يوصلنا كاس العالم بالنظام السهل ده لو انت بقت كاتحاد تبقى عندك قوة وارادة تقول لي والله لا 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 لكن لا مكمل وهنوصل مع كاس العالم حال بقى اتحاد الكرة اللي عندنا يقدر يعمل كده اكيد لا هو غالبا اتحاد الكرة اللي عندنا لا هيعرف يمشي ولا هيعرف شين مسؤوليته انه يدمن لنا انه يقدر ويستطيع انه نوصل مع الكاس العالم خلوها بظروفة ده الجديد على فكرة مش هتقول لي طب ايه الجديد هو ده الجديد هم مش عالفين يعملوا ايه همكن ما اكمل الاخر فيش فروس في التحاد مش هتدفع سواء مانتونين الف دلار اه عايزين نمشي بس مش عارفين نمشي انتب هنصير لها ازاي نشوف الايام اللي جاي هتقول لي معاعدة الوقت عبر زوم واحد من اهم المدربين اللي دربوا فيه الكارة الافريقية الفرنسي الان جريس المدير الفن السابق لمنتخبات مالي وسينغال وتونس وايضا نادي بريس سان جرمان يا فندم مشرف ومنور على تلفزيون المصري برنامج رقم عشر شكراً ومساء الخير على الجميع بداية سؤالي ليك من حيث انتهت مباريات اليوم في كهس الهوم الأفريقية وخروج المغرب المرشح الأول للفوز بهذه البطولة من دور الستاشر وخروج عدد كبير من المنتخبات الكبيرة من هذه البطولة بشكل مبكر رأيك ايه في ما يحدث في كهس الهوم الأفريقية البطولة الحالية إنها كان المفاجآت مع سقوط المنتخبات الكبيرة المغرب سقطت اليوم وصبقتها مصر والكاميرون والسنغال وغانا هكذا إنه عنوان هذه الجان هو المفاجآت وأن هناك هرم في كرة القدم تم قلبه رأساً على عقب تحديداً منتخبات زي تونس والسنغال انتضربتهم من قبل خرجوا من هذه البطولة أيضاً بشكل مبكر تحديداً السنغال كمان كانت من أهم المرشحين للفوز بهذه البطولة كونها حامل اللقب وردائها أفضل العناصر نعم بالتأكيد السنغال هي حامل اللقب والتي تم إقصاؤها من دورة الستة عشر إنها المفاجآت الكبرى بالنسبة لي ولا أحد يعلم ما الذي سوف يحدث في دورة الثمانية ربما سنرى مفاجآت أخرى وربما ستكون هناك مفاجآت كبيرة في اسم الفريق الفائز بهذه الكام منتخب مصر هنا كنا نحمل معه أمال كثيرة جداً للفوز بهذه البطولة خاصة أنه يضم أفضل اللاعبين في الوقت الحالي لو شاهدت مباريات مصر في رأيك مع أسباب الخروج المبكر كانت مباراة مغلقة أمام الكونغو الديمقراطية في دورة الستة عشر كانت مباراة صعبة لم يكن هناك الكثير من الفرص ومصر لم تخلق الكثير من المواقف الهجومية ولا حتى الكونغو الديمقراطية لم يكن هناك الكثير اللي يقال عنه فنين في هذه المباراة والفريقان اتجه إلى ركلات الترجيح ركلات الترجيح كما يعلم الجميع هي بنسبة 50-50 كانت المباراة فنيا نصتي عن نقول أنها متوازنة بين الفرقين نوعا ما في كثير من الأوقات في كل مرة ينوي منتخبنا الوطني المنتخب المصري تغيير مدربه يطرح اسمك لتدريب منتخب مصر هل أعرض عليك من قبل تدريب منتخب مصر؟ لا لم يحدث أي اتصال مع الجانب المصري الآن أنا مجرد مراقب للكامنة ولم أتلقى أي اتصال من أي جهة ما في رأيك ما حدث في بطولة أفريقيا هذا العام هو تغيير في مراكز القوة في القارة الأفريقية بالنسبة لها البطولة سيدوم أم هي مجرد طفرة أو استثناء في هذه البطولة فقط وستعود المنتخبات الكبرى للسيطرة مرة أخرى أم في حقيقة الأمر ركش عين بالنسبة للبلدان الناشئة أو البلدان الشابة إنهم في حالة تأهب وحالة استنفار وفي حالة نظام ومنظمين لكي يقلبوا الطويلة على المنتخبات الكبيرة وبالنسبة للمنتخبات التي لم نكن ننتظرها فإننا نقول لها استمروا في العمل استمروا وبهذا الشكل سوف تحققونا نجاحاً وسوف تقلبون هرم كرة القدم في أفريقيا المدرب الفرنس الكبير ألن جريس أنا بشكولك شكراً جزيلاً على مشاركتك معنا النهاردة أحد من أهم المدربين اللي ضربوا داخل القارة الأفريقية اسم كبير جداً طيب نكمل في حكاية أخرى إنه بدأ كلام كتير على فكرة عودة كارلوس كيروش للمنتخب المصر قبل ما أقول لكم تفاصيل مهمة جداً أعايز أقول حاجة بس إحنا في مصر هنا النقطة اللي جاي دي في منتهى الأهمية لكل جمهور الكرة في مصر أرجوك اسمعني فيها كويس أوي مش بس الجمهور والمسؤولين عن الكرة في مصر سواء اتحادات أو أندية هجماعة نفسي مرة واحدة في حياتنا يبقى معانا مدرب ناجح نسيبه يكمل نجاحات إحنا عندنا كارسة اسمعي أول ممدرب ينجح ويخسر بعدها مطش مثلاً نقوله لا 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 أنت فاشلت أنت فاشل أنت أصلاً من أول فاشل تمام؟ كم مرة سمعت في مصر عن مدرب كان ناجح الناجح الناجح بتاعه أو الاتحاد مشاه وبعد كده رجعه تاني كم مرة سمعت أقول هلك من إمتى؟ هقول لك فاكر الكابتن محمود الجاري مش مرتين تلاتة ورجع تاني تمام؟ فاكر مانو الجوزيف الآلي مش مرتين تلاتة ورجع تاني فاكر جزفالدو فريرة في الزمالك مش مرتين تلاتة ورجع تاني فاكر كارتنون في الزمالك مرتين ورجع تاني يا فندم ما أنت عندك مدرب شغال كويس وزي الفل بيتمشي ده فيه بقى ده فيه حاجات زي دي كتير أنا بس أنا اللي جمع على ذاكرة اللي قلتهم لك اللي بيبقى ماشي كويس أرجوكم يا جماعة ما تمشوش عشان ما نروحش نتحال عليه تاني نقول له الحقنا أنا فاكر ومرة كنت في المدرجات أيام الكابتن رحمة الله عليه الكابتن الكبير كابتن محمود الجهري أنا فاكرها والله كنت لس صغير كاية الجمعيل تهتف ارحل يا جهري ارحل يا جهري فاكرها والله كويس تمام؟ تفوت سنة تفوت سنة ويجي بدرب بقى اي مدرب يدرب منتخب مصر ومتبقش النتائج جاية ده تمام؟ نفس الجمهور في نفس الاستاد استاد القاهرة الحقنا يا جهري يامني متى لسه يا حبيبي ما انت كنت بتقوله ارحل يا جهري من السنة مجراجع ماشي كويس عيش بقى من ده كتير طيب ايه بقى حكاية كيروش كالوس كيروش ما عندوش مانع ده خبر لرقم عشرة من مصدر مقرب من كالوس كيروش سألناه قلنا له هل كالوس كيروش يمانع العودة لتدريب منتخب مصر فقال لنا ان كالوس كيروش لا يمانع العودة لتدريب منتخب مصر ولكن ولكن هو يرفض العمل مع مجلس ادارة اتحاد الكرة الحالي برئاسة الاستاذ جمال علام هو ما عندوش مانع يرجع يدرب منتخب مصر ولكن مش مع مجلس اتحاد الكرة برئاسة الاستاذ جمال علام دي حكاية كيروش بس من الآخر تفاصيل بقى لما لقلوه الكلام ده كله لما نخش في الجد بس يعني لحال الوقت الموضوع مقفول عشان المجلس ادارة اتحاد الكرة موجود وبالتالي كيروش مش يرجع وانتو فاكرين الكصص والحكايات اللي كانت بينهم يعني دي حكاية حكاية تانية الزمالك الزمالك دايس بنزين على الاخر على الاخر خلص ديونه خلص مشاكله خلص غراماته خلص مشاكله مع الفيفا ودفع حتى الـ 15 مليون جنيه الاتحاد الكرة انا عايزهم منهم عشان يفتحوا لهم القيد في الاتحاد وكل الأمور المالية تزبطت فبدأ الزمالك يشتغل على ايه انا عايز اعمل فرقة فرقة عندي كانت مع كامل الاحترام والله بينك وصين كده بلاش عشان ما حدش يزعر يمسكوا على الكلمة بس كان فيها عناصر كتير نقصة كانت محتاجة تتكمل فالزمالك دايس بنزين الزمالك دايسها بنزين وبدأت تشتغل على ضم لاعبين جده طيب اول اللاعبين تعالوا نشوف يلا يلا اه دي نقطة مهمة جدا بصوا عشان برضو ندي لمجلس دارة الزمالك حقه بشكل كبير جدا الناس دي تولت المسؤولية في 21 اكتوبر 2023 في 18 يناير 2024 يعني تقريبا بعد الثلاث شهور كانوا حولوا جميع المبالغ المطلوبة للأطراف اللي ساهمت في إيقاف القيد واللي وصلت اللي وصلت لما يقرب من اتنين ونص مليون دولار اتنين ونص مليون دولار ماشي في 29 يناير فيفا بيرفع إيقاف القيد عن الزمالك رسميا يعني بعد ميت يوم من انتخاب هذا المجلس بعد ميت يوم كانوا حلوا المشكلة تماما تماما بعدها هالزمالك دفع الـ 15 مليون جنيه لانتحاد الكورة لتسجيل صفقاته الجديدة في فترة الانتقالات الحالية طيب هاتلي بقى الصفقات اللي حسمها نادي الزمالك انا قولك لوقت الصفقات خلاص اللي حسمها نادي الزمالك والصفقات اللي الزمالك بيقترب من حسمها دي الصفقات اللي حسمها نادي الزمالك الزمالك انا هاتفاقه لضم محمد عاطف جناح فريق طنطا مقابل 4 مليون جنيه مع وجود نسبة اعادة بيع لصالح نادي طنطا تقدر بـ 20% حسم الزمالك تعاقده مع ناصر ماهر اللاعب مودن فيوتشر مقابل انتقال عمر السيسي بصفة نهائية الى فيوتشر مع استعارة السنائي عبدالله محمد وعلي ياسر لمدة موسمين ونصف حسم الزمالك ايضا تعاقده مع احمد حمدي لاعب الاهلي ومنتريال الامريكي سابقا لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر حسم الزمالك تعاقده مع محمد شحات لاعب فريق طلاع الجيش لمدة ستة اشهر على سبيل العارة بنية البيع مقابل مبلغ مالي سيحدد يانا طيب لسه مع الصفقات اللي حسمها نادي الزمالك والزمالك ايضا تعاقد مع المدافع الفلسطيني ياسر حمد واللاعب سيصل للقاهرة غدا لإتمام الإجراءات النائية ثم التوقيع الرسمية دي بقى الصفقات اللي بيسعى الزمالك لحسمها الزمالك انتظر موافقة كتابية من ملاك نادي ببرامز لإتمام التعاقد مع عبدالله سعيد وسيف جعفر مقابل تلاتين مليون جنيه كمان الزمالك اتم اتفاقه مع مصطفى اشرف لاعب فريق بروسيا منش جلاتباخ للانتقال الى صفوف ولمدة اربع مواسم بصفة نائية وتبقى فقط تحويل جزء من المبلغ المتفق عليه لحسم الصفقة لإتمامها بشكل رسم لتفاوض الزمالك حاليا للتعاقد مع مهابي ياسر لاعب فريق الداخلية وتبقى الاتفاق على اللاعبين الذين سيتم عارضهم لنادي داخلها مقابل اتمام الصفقة بشكل رسمي ده فيما يخص نادي الزمالك اما فيما يخص النادي الالف امرس الكرة المدير الفني للنادي الاهلي رفض رفض تام فكرة رحيل محمد عبد المنع مدافق الفريق في فترة الانتقالات الحالية ده بعد ما جيل محمد عبد المنع معرض من نادي قطر القطري مقابل 3 ملايين دولار قابلة للزيادة كولر قبل غدارة الكرة او لجنة التخطيط تحديدا يعني انه يرفض تماما بيع محمد عبد المنع في الوقت الحالي في فترة الانتقالات الحالية ممكن في نهاية الموسم يبقى يشوفه كمان كولر رفض فكرة رحيل لياسر ابراهيم هو الاخر تلقى عرض من فريق ابهى السعودي وياسر مستمر مع النادي الاهلي وراء ان يرحل خصوصا وانه كولر اكد انه حاجته ليه اللاعب خلال الفترة اللي جاي وما فيش مدافع يقدر يجيبه بديل لياسر خلال الفترة القصيرة القادمة من ناحية تانية حكاية حارس المرمى انا قلت لكم حكاية محمد ابو جابل امبارح وحكاية محمد بسام كانت افلت وعلي لطفي دي بقى الحكاية اللي انا قلت لك امبارح واكدها لك دلوقتي علي لطفي مش حابب يرجع النادي الاهلي الا لو ضمن مكانة اساسية في تشكيلة الفريق او يعني مكانة اساسية Beach عودت محمد الشناوي ما عندوش ohneى يبقى حارس ثاني لمحمد الشناوي بس مش عيز يبقى حارس ثاني لم случаفة شبير كونه انه كان خرج من النادي وهو حارس ثاني لمحمد الشناوي فلحد ما يرجع محمد الشناوي انا حارس اول لو الاهلي اقنع علي لطفي ان هايبقى حارس اول او قال له انها هتبقى حارس اول فعلي لطفي هينضم للنادي الاهلي طيب دي حكاية حكاية أخرى علي معلول علي معلول مازالت الانتقادات كثيرة عليه في تونس ورغم كده هو طلع وقال انه هو لم يعتزل دوليا وانه مستمر مع المنتخب التونسي وقال له هعتزل دوليا انا اللي هطلع اقول مش تبقى تقارير صحفية هو هيرجع خلال ايام يوم الخميس القادم تحديدا الى النادي الاهلي وانتظم مع النادي الاهلي بعد انتهاء مشوار تونس في كأس الامم الافريقية طيب واحد ايضا من المدربين الكبار اللي ضربوا في الكارة الافريقية وايضا ضرب في مصر الفرنسي باتريس نوفو الموديل الفن السابق للمنتخبات غينية والكاميرون وطبعا ضرب في مصر الاسماعيلي وسموحة يا فندم مشرف ومنور سعاداء جدا متواجدك على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 مرحبا بكم بداية طبعا هسألك على ما يحدث في كأس الامم الافريقية البطولة الحالية من مفاجآت كثيرة وخروج كثير من المنتخبات الكبيرة رأيك ايه في حقيقة الامر انني قبل كل مصابقة في البداية حقيقة الامر ان نتائج هذه البطولة مذهلة جدا حتى الان مقارنة بالمباريات كأس الامم الافريقية الماضية حيث ان كل الفرق لديها مستويات متقاربة وبالنسبة لي على المستوى الشخصي من الصعب ان اتنبأ بنتيجة اي مباراة هناك فرق جديدة ظهرت كقوة كبيرة في عالم كرة القدم من الاشياء العجيبة في هذه الكان هو الكوتيفار التي كانت خرجت كلينيكيا ولكنها عدت بعجوبة ثم اقصت السنغال حامل اللقاب هل كان بالنسبة لك مفاجأة خروج المنتخب المصري من دور الستاشة هل تبعت مباريات منتخب مصري خلال هذه البطولة نعم بالتأكيد هي كانت مفاجأة واتبعت مباريات مصر واعتقد ان هذا الخروج بركلات الترجيح هو امر محزن ولكنه جزء من كرة القدم اعتقد ان الفريق المصري افتقد الى الفاعلية الهجومية الجماعية وافتقد بالتأكيد محمد صلاح الذي هو عنصر مهم في المنظومة الهجومية المصرية كمان سؤالي القادم ليك يخص منتخبات زي منتخبات المغرب وتونس والجزائي منتخبات شمال افريقيا في رأيك لماذا قد ضموا مستويات ليست بالكبيرة في هذه البطولة كما قلت للتو ان الكلمة السر تكمن في ان الفرقة الصغيرة لعبت بجماعية اكبر وحتى لو كانت هناك منتخبات ذو اسماء رنانة فانهم ارهم قد افتقدوا الى الفاعلية نوعا ما وربما اغفلوا ان الفرقة الصغيرة تستطيع ان تعمل ضدهم في المسيحات وهذا هو ما حدث مع المغرب اليوم الفرقة التي احدثت المفاجآت هي فرق تتميز بالصلابة التكتيكية فرق تتميز بقوة الاراضة في تغيير معطيات الواقع كما حدث مع فريق الكوتيفار الذي اخرج اسنغال وايضا فريق جنوب افريقيا الذي هو شاهدته اليوم بشكل منظم ودقيق للغاية اي المنتخبات الصغيرة التي تتوقع وصلها لابعد مرحلة في هذه البطولة مرحلة المباراة النهاية تتوقع انه يعمل مفاجأ اكبر خلال هذه البطولة اعتقد ان الكوتيفار اصبح لديها الان الدافع كبير بعد ان كانت على وشك الخروج من دور المجموعات وبعدما عادت باعقوبة الى البطولة اصبحت الكوتيفار بما لديها من دوافع الان فريق مرشح وبشكل عام اعتقد ان الفريق الذي سيحافظ على حيويته البدنية والتكتيكية والحالة الذهنية من التركيز هو الفريق الذي سوف يستمر الى ابعد نقطة ممكنة في هذه البداية من الوقت النظرية حتى الان ارى ان الكوتيفار ونيجيريا هم المرشحين الابرز لاحراز هذه الكان الفرنسي باتريس نوفو الموتير الفني السابق لعدد كبير من المنتخبات في القارة الافريقية انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة مبارح فتحنا حديث مهم جدا عن حال كرة القدم المصرية وحال منظومة كرة القدم المصرية وكيفية الاصلاح قلنا شوية افكار وزي ما قلت لكم مبارح مجرد افكار مجرد حاجات نفتح بيها الادمغة مش الحلول الحلول مش عندي الحلول بتبقى عند الناس اللي بتدير في كرة القدم المصرية كراسي معروف مين اللي بيبقعد عليها انت في كورسي اتحاد كورا احنا في كورسي الاعلام انت المسؤول انت اللي تدير انت اللي تفكر انت اللي تنفذ احنا بس حاولنا مبارح ان الحزامة بتلحرضك نفتح العقول لعلها وعسى فتح يعني ماشي واحبا من الناس المتمرسة في الرياضة المصرية وقرات القدم المصرية راجل عنده دايما فكرة راجل عنده دايما رأي مهم جدا عشان كده كان وجوده النهاردة كمان مهم جدا عشان نسمع مشاكلنا وكمان نحاول ندور على حلولها معايا بعد الفاصل كابتال نادر شاوقي وكيل اللاعبين خليكم معنا موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 محبطين خرجوا في القناة الفرنسي اشتركوا في القناة مدرب اشتركوا فيه اشتركوا في القناة فيه اشتركوا في القناة طبعا يقول لك اشتركوا في القناة 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 اشتركوا هو الراجل شغال في حاجة ثانية خلص يتعلم دي يبدوا في اشتغال دي سهلة جدا بس انت في قصة الناشئين دي انت عديتها بفكرة برضو المجاملات بس انت اهوره اكبر من المجاملات هقول لك عاف بيا حسابي دلقتي? اه. الناس اللي برا بيتاخد دلقات سهرين قوي. عارف يعني اعاف ليه? لانه مش شيفين تالنت. اه. فقال لك ايه هنفرج على تالنت ده وبتدي نحافظ عليه بدل ما يتعك. انت دلقتي بتوصل لسبعتاشر تمنتاشر انت عافش تاكتك تكتير مش عاف تقفت في الملعب. كل مشاكلك الناس اللي طلعت كانت مشاكلها تأدبت الكورة برا عاملة ازاي. فانت حتى وانت طلع على تمنتاشر سنة ده مش عارف واق تقف ازاي مركزك ايه? انت تعرف اون 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 تعدي. تعرف تعمل كده. فزيكلي تروح. لكن متطلبات مركزك من الاف الى الى انت متعرفاش. خلي بارك. فالدلاقي بعملو ايه? بعملو سكاوتينج للدلات السهرين قوي. ده ميه اللي بعملو? الناس اللي برا. اه. اه. فتالي شغالنا فوق. قالك انت بجيني بقى يعني تمنتاشر انت مش عارف حاجة. اه. فتعالى بقى من اتناشر ابا انا هبتدي ايه? هركز معاك. فابتدوا يلقطوا ناس هو انا با احنا. في ناس كتيره بتاعنا كده لقى. اه. المصريين. خلي بارك. في ناس بتطلع من البرك. اه طبعا. اه. من ويه عندها اتناشر سنة بس. اطلع بقى اه. انت عندك التالنت. اه. بس عيني انت عندك التالنت بس مش عارف تناميه او بتناميه غلط. اه. او الراجل اللي 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 حطك في الملعب عايز تفيد منك بطريقة معاينة في سن معاينه بس. مش هيسيبك. مش هيسيبك للصدفة. طبعا ما ده انت فلوس بالنسبال وخلي بالك. ايه. الكورة فلوس. اه. الكورة فلوس. يعني انت النهار ده ميكون عندك مئة ولد عايز تطلعهم برا مش دولة هيدخلوا الدولارات. طبعا. ولا انا بتهيألي ولا انا. صح? مفروض. صح ولا ايه? صحيح? يعني اي حتة في الدنيا هتطلعها برا مصر هتاخد دولار. واحدة من اهم يعني المداخيل الاقتصادية للبرازيل والارجنطين مسلا بيع اللاعبين. ازان يبقى لازم انت في مصر هتقولي يا حبيبي اطلعوا بقى هتولي دولارات. هتولي بقى عشرة دولار خمسة اللي كل واحد وعلى قد ايه? امكانياته. امكانياته. صح? اه. هنقعد بقى لكم في بعض هنا وندفع للناس بالدولار برضو هنا. ازاي يعني? ومن اتخانق مع بعض. وده احسا وده اوحش وده اخو التلزين ايه انت عندك ظروف تأقلم عليها. اه. تأقلم. فلاص? يعني مش ممكن هتدي لمدرب مسلا متين الف يوروب في انتشار. ليه عشان ايه? عشان ايه? ده رايق يا انا عمارك. لا ما اكيد رايق. ده مشكلة. مشكلة تانية. السؤال دايما هو تعكيب تسمعه في التلفزيون كل شوية. كل الناس بتتكلم عنه. هوا جماعة اصعار اللاعبين دي بتلاتين واربعين وخمسين مليون جنيه في مصر. اه. ليه بقى? عشان انت ده. خلي بقى الكل ده هيخلص مش موجود يعني. يعني كل ده هينزل. ليه زي ايه الجاية هينزل. عشان مفيش فلوس هتقدر يعني تصرف فيها في الكرة. خلي بالك الكرة للشركات دي حاجة اه يعني مش اسانشل. اه. صح? فالصرف فيها حقل. اه مش هفضل اصرف طول الوقت. طبعا. اه. فالفلوس الكتير انت شايفها بتحصى دي مش هتليها في النادي او اتنين يعني. وبقى كده هيقلت كتير اوه عن زمان. اه. انت مين اللي شايفه بيدفع فيه مبالغ طائلة دلوقتي يعني. لا دلوقتي اقصى حاجة ممكن انت بتسمعها عشرين تلاتين مليون. عمي ايه من انت كتير. لاجت colonies تلاتين ولا عايز دي ي تطلب ستين. صح. دا 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 دا. مش موجود الكلام دا. ودا خلاص. بس دا خلاص حصل عشان فيه ازمة. ايه. انت بتقول لي عند الانضاية دي ايه. عند تسعون ثمي من الانضاية. ما حصلتشش hiç منك. او تسعة وتسعون وتسعون فيما من الماضي. تسعة وتسعون و تسعون في الما. تعم باستثناء. باستثناء باستثناء افرورس لان وعنده سبانسر فممكن يشيل ده بس خالي بالك انه برضه الكورة بتكلف فلوس كتير? اه حتى لو على النادي اللي هو اكثر استقرارا يعني او بنحس انه هو اكثر استقرارا يعني. طبعا طبعا طبعا. المشكلة انه برا مسلا ما بتشوف برا بيبقى فيه حاجة اسمها قيمة اه سوقية لللاعب للنادي. ايه. بتبقى مفهومة ومعروفة ليه? يعني النادي اللي في وسط الجدول بتبقى قيمته السوقية غير اللي في الاخر غير اللي في الاول. لك احنا هنا في مصر ممكن يبقى نادي مثلا بينفس او بيصرع على الهبوط. اه. ويكون ميزانيته كبيرة جدا جدا عمالي يسرف مصاريف كتيرة اوش. اتحاد الكورة في اول الموسم كان حاطت في اللايحة بتاعته انه اه محدش هيسرف اكتر من الميزانية اللي مقدمها لاتحاد الكورة. ايه. بما انك انت جوة اوش. كام ده بيحصل? شوف انا شكلا نستطل حيط تمام. ايه? ايه? ايه ايه? 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 انا بتتكلم في حاجات اصلها يعني آآ. معلاش. مش اصدي بس اعمل السهل الاول بقى كده خش على السعر. بس مهده ده ده مفروض سهل. ايه بس ازا اردت انت طاق التطاق بمساطعة بس. ايه بس سهل ان اخل. ايه بقولك بيجامل بقى بيلعب مكان روح بفتولي ميزانية ميزانة ايه بس يا رجل اصلا انا برضو. لا صح على فكرة اتكلم انت صح. احنا مسلا ما كنا مسكين الجونة. اه. كفي ميزانية لازم تتعامل من اول يوم. اه. والخيطة اللي رحمه يبص عليها وافق يالله نشتغل. لو في قرش زيادة لازم نقعد تاع صهرين تهيت عشان. تفاوض. وحكاية. قصة يعني. صحيح. من اول الاخر بلقوها خلاص. تعالي بقى اقول لي. مين عنده ميزانية عادي جدا. يعني ده او بتاعت الوكل اللي بتتحط ما فيش عيب فيها. بالزبط كده. ايه. او فيها حاجة عيب. لو بشتغل راجل باخد ده عشرة في المية خمسة في المية. حاجة فيها عيب? لا. طيب. ما ده الشغل اصلا اخبيها. اه. او ليه اصلا يعني ايه تعمل حاجة تانية وما خدش دي. اه. فاهم حاجة? ويتقال معنا الكلام اللي اقول دوت مش عليك انت يعني. بس يتقال لك ايه? طب بص احنا مش هنحطها في العادة بس او حطي هنا خمسة وهنحط خمسة من ده. دي حاجة اكثر دي حاجة حلاوة يعني. فيه اسوأ من كده بكتير. فيه عاجات اجمرة من كده بكتير. فيه اسوأ من كتير. اه. طبعا. طبعا. ما معلاش يستحملني في النقطة طيب. انا عايز اوصل لنقطة ايه? انه لما تبقى فيه ميزانيات محددة للانداية. فما حدش هيقدر يسرف اكتر من البودجت اللي ما حدوتله. وبالتالي هو مش هيسرف فلوس كتير اقوي. هيجي مسلا البودجت خيشت منه. هي يقول لك ايه لا خلاص تضع لي بقى ناشيين عشان مش هدل اصرف تاني. فانشوف ناشيين تانيين كويسين موجودين في الده. يعني هي هتسمع في تامين حاجة. هتبدأ تطلع لعيبة برا عشان تاخد فلوس تعود بالبودجت اللي ناقص. فيه تفاصيل كتير. لو فيه ميزانية واضحة. انا انا بقولك هي مسماعة في كل حاجة. لو عنده ميزانية هلتزم ان لو اللايب دالي جنيه هتدهوله. مية في المية. سهلة. لكن فيه كمان اندية بتتعايد مع العيبة وتقول له مسلا انت هتاخد عشرة مليون في الموسم هو اصلا مع اندوش ميزانية عشان مليون. تسعين في المية. تسعين في المية اصلا. تسعين في المية. اه. تسعين في المية. وبعا كده هايز اقولك حاجة ده فيه. ده بحر يا كريم. انت بص انت رايح. يا اخي فاتفضل زي بفاتفضلك يا اخي. انت رايح بايدي. انت خبي ليه طيب. انت جاي تخبي انت جاي تخبي عليك. لأ اصلا بتتكلم في حاجات ميزانية وبتاع. اه. ده فيه اساسيات ما بتتعملش. فالميزانية دي عايزة حد بقى بجد عايزة يصلح الدنيا وعايزة وبتاع. الناس كلها عارفة الصحة فين. الناس كلها عارفة فين الصح. بس هوا ما بتعملش. اه. اه. انا بناعملش سالوخ. بالضبط كده. اه. اه. ده كورة. صح. كورة اه. اه. كورة اموريتانيا بقتلعب كورة وبقتلعب صلاقي وزال. كورة. اه. بس. الموضوع سهل يعني. يوفوش هاي حاجة صعبة. طيب. انت بتقولي اللي اللي انا ملخص الكلام اللي انت حتى مش عايز تقولولي من جوه. ايه. انه في كمية اخطاء وفساد كبير جدا. لرهيب. اه. يعني اه رهيب. عفكرة انا وكيل لعيبة ممكن يعني ايه. اقولك ايه. لا اه. في فساد رهيب. عارف واحنا واحنا من كلا. لا رهيب. اصلا. اصلا. قولي قولي ما انت قطعنيش يعني ما تصغرهاش. ده الموضوع كبير سيبنا اقول رهيب اربع مرات. اه. اه. يعني في كل حاجة. في كل حاجة. مش ممكن. هي حد اللي اتشبه بس اعني يقولك يا عم التوكيل اللي عبين اصلا انت اكتر ناس بتاخدوا فلوس واكتر ناس بتتحكوا عن ناس. ناس عارفاني كويس في السوق. انا نادر. انا عارف. ويوم ما بتكلم عدوصات عشان بس ما حدش اقول لان نادر بيلعب في بتاع انا ولا بتكلم عليه ولا بقول حاجة عليه ولا اكمل كمل ماكملش هو اشتغل اي حاجة. اشتغل معايا خواه. بس ما حدش هو حاجة. تفعش التليفون في النادر قالي. يستحيل. ما بيلعبش خاضر. يستحيل. عمري ما قول تلعب ولا مايلعبش ولا. ولا يمشي حاجة. دي. اه. عفكة ادامة بأؤمن بالحتة بتاعت العيب لو نزل دي او عمل عمل اختلاف. هو ده اللي انا عايز بكرة عشان كده على فكرة. تصابقوا لابوت مومنت. انت مش شرط تلعب انت موقع تلعب تسعين ديها وما تعملش حاجة. صحيح. خمس ازاي ممكن يوصلوك في حاجة اتاري خالص. تقليب لك حياتك. صحيح. كرة كده. واكيد انت فاهم انها كالشافة برد. الكرة بالزرط. يعني حتى لو فيها وسطة تمام? هقول ما ينزل على الملعب الوسطة بازت. نفسي بقى الناس. اه. تفهم اللي انت بتقول ده. اه. مش بالعافية. الكرة مش بالعافية. اه. سيب الناس تلعب. وسيب ابنك يلعب براحته. مش بالعافية. مش شرط ان انت توصل ابنك بالزقل حاجة. مش بالعافية. الكرة الناس هي اللي هتحكم على فكرة. يعني ان الناس هي اللي هتحكم. عشان في المقابل كمان انت بتاخد مكان حد تاني كان ممكن يفيدنا يا. بتاخد مكان تاني وبتضمر حدك وانت ممكن تتعامل احسن من كده بكتير. ما انت كده بتخسر وقت. اه. فاهم اوزي? فاهم مش بتفيد ابنك على فكرة. انت بتضره. يا فرحيتي لابس تشيرت الاهلي او الزمالك هو قدعد البنش ما بدعبش. اه. طب ما تلعبه في حتة تعنيه يلعب. كده روح الاهل وزمالك اما يلعب بقى. الكرة ممارسة. الكرة مش ان انت تاكوة تقعد بفاهم? انت ممكن اصلا لما عتحطه في الاهلي او عتحطه في الزمالك انت ممكن تكون ناهية مستقبله. انت بقيدك كمان. يعني انت ازيته. الحمد لله كل يعني اه تسعين في المائم بالقباط بيخلصوا عائلة. بيخلصوا عائلة. اه 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 تمانين عشان ما يزعلوش. لسه بكمانين الحوار ده مع نادر شاوي. وكيل اللاعبين. حوار حلو. كالعادة الحوار مع نادر شاوي بقى حلو جدا. يا بعد فاصل نواصل خليكم معنا. بص هو نادر دايما غضان وزعلان من اللي بيحصل. احاول جاي ده ونندور مع بعض على حلول ان عارف انه يعني عارف هو زي حالتنا كده. وخاصة بقى انه هو جوه الشغلانة. فجوه الشغلانة ده بقى انه هو شايف كل حاجة وحشة اوي. احنا بتشوف الوحش اللي برا. هو شايف جوه بقى حاجات وحشة اوي. بس عددنا بنده بنسمع بعض. لعله وعسى. لعله وعسى في واحد يقول يا جماعة لا خلاص بقى يكفيه بقى كل اللي بيحصل لها الغلط ده كله بينفع الشيح السلطاني. وتعالوا نصلح. لعله وعسى يعني. مش متفاقلين اوي. بس دينا بنحاول. واني قولنا انت متفاقل. ايه بقى? ان الدنيا تتصلح. يا رجل. كرة? طيب هسألك السؤال. بكرة مسلا انا عايف الده مش من تموحاتك يعني. ولا بتفكر فيها ولا نفسك فيها كمان. بس بكرة بس نادر شاول رئيس تحت كرة. مسلا. اول حاجة هتعمل ايه? في وسط كثير من المشاكل وبين كسين كده الكوارث. تمام? اول حاجة عشان نبدأ نصلح. نقول بسم الله الرحمن الرحيم اصلاح. نعمل ايه? بص اقول لك حاجة. يعني لازم تبقى ماشي يا سنتا بتيجي تمسك في هذه الكرة ده. لازم تسهل في كل الجهات في وقت واحد. ايوة. عشان كله يمشي بقى. تشوف الاولياتك الاولويات ايه? ايوة. تعرف فقى العيلة السورة اللي انت وقدتهم دول ورا الشمس اخبرهم انت تجيب الفين وتانية تاني وتجيب الفين وخمسة تاني تجيب الفين وستة تاني تقول المنتخب كده عديد في الدنيا شوية. انت حلك اللي قال الصغير. وحلك ان لو ناس المحترمة اللي احترفوا اللي هما موجودين في منتخب مصر واللي قابليهم ليهم دور كبير قوي بقى. دهما ازاي يعرفوا يساعدوا الولاد الصغيرين اللي قال. قويس. ابا كلمة مستوى القروة. يعني ايه? يعني صلاح مسلا. اه. مستوى مستوى محاومة. مم. بلا المظهر معي مسلا. صغير يتعلم. بتا لازم تدخل الولاد الصغيرين دلوقتي مع الكبار عشان يتعلموا. عشان ياخدوا خبرات. معلش ممكن توضح يعني ايه? بلا المظهر يخش مع مستوى محمد يعني يخش معه. يعني بس ساكن ثرد. حد صغير يخش. في الفرقة. ايه اه. انت اعرف المصار اللي عمار عندك كان في ممتخب مصر. اه اه. طي داخل ايه. داخل الوقت تلاتين سنة. بلاي ده عنده افكرة ولا عارف بلاي. ولا انا عارف بما اكابت المظهر طبعا من زمان يعني ما كان يلعب لكن ما عارفش بلاي يعني. لكن اعرف انهم كان مكسر الدنيا في كزا. اه. ما يجيش ليه? ما كان ميدهم كسر الدنيا ما يجبتوه. الفكر مختلف. فاهم? الزمان كان انت بتحاول تستجل اي حد عندك بر. بلوقتي يديني سبب واحد ان مسلا بلاي ده ما كانش موجود ما الفين وقتها اول ما اتعمل. مسلا انا بديك مسلا انا فاكره على فكرة. اه. فاهم ما قصد دي? ليه ما يخشش مع متخب مصر اللقتي يخش. انت اصل على فكرة تشفات كاس عام اسهل حاجة في الدنيا. انت ما عندكش يعني ما اعتقدش ان اردك مشكلة فيها. انت عندك مشكلة في تشفات كاس عام? المفروض ما يبقىش فيه مشكلة. لأ. انت عندك مشكلة? اسألك سؤال واضح وصريح في المجموعة دي. هل انت عندك واحد في المية شك ان انت مش هتوصل? وانت كان عندك مشكلة في مجموعة كاس الوامر افريقيا? لا لا. اقسم بالله عارف انت عايز ان احنا هنطلع طبعا. انا بكلم على انا. انا. انا بكلم على. انا. انا. اعز اقول لك حاجة عشان بس الناس ما تقولش لا انا ايه للناس اللي حوالي كله? لا انا بكلم على اسمها المنتخبات. انا ما كنتش عندي مشكلة في تشفات كاس الوامر بس بيتخايف دلوقتي. ما كدمش عليك. ليه? بعد اللي حصل في كاس الوامر الافريقيا. اه. اوكي. احنا دعيبنا منتخبات اه قليلة برضو ومنعبناش منتخبات كبيرة. اه بس انت عشان تاخد كاسة يعني انا طبعا كاسة انا منتعرف اللي النزام عامل ازاي يعني بتهيب ده اسهل حاجة في الدنيا. المفروض بس تتصدر. تمام? هتتصدر? المفروض يعني. اه لا. اه نفسي. امنيتي اه. ما انا كنت متطمن قبل كاسي. انا 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 رئيش شخصي ان انت عايز انت لازم تطلع ولاد صغارين في المنتخبات دي. خلاص في ناس ما اللي هتطلع صلوح لازم في ناس تتحط بقى. طيب. فعايز. فيش تجويدات بقى. عايز تجويد. عايز اقلك بشكل وضع وحنرجع تاني لكسة الكرة المصرية بشكل عام. اه. اه. بلدوك في اللي حصل مع محمد صغارة خلال بطوية كاسي مام الافريقية. قسة اللي عميق قوي. قسة الاصابة. اه. وقسة السفر. وكل ما دار حاوله يعني. لأ انا مقدرش اقول لك حاجة كريم لان انا مكنتش موجود في القوضة. اه. التفاصيل السغارة تفرق. اه. يعني تفاصيلة السغارة تفرق. انا معرفش اصابته انا اصلا عاد في بيتنا مش عاد في اصابة محمد صلاح. ايه. انت عادة اتعرف اصابة محمد صحي. اول ما حصل. اول حاجات الاس من تحت الكرة. اصابة في القوضة الخلفية من الدرجة الاولى. كويس. اه. فانا انا معرفش الاصابة كشعب. اه الراجل اللي هو يعني. المتبع من برة يعني. اه. عرفت من برة. عشان بس امسك الحتة اللي تحت صلاح. انا من معرفتي بالناس اللي برة يعني. لو صلاح مصاب. يعني. العرف بيقول ان الناس لو هم عندهم شك في حاجة. كانوا يبعتوا حد يبص على صلاح. كويس. ويتعامل كونسولتو جوة كودف بار ويشوفوا حالة صلاح ايه. سواء ده او ده. كويس. بس اي حصل افرت من ناحية التانية. افرت يعني ايه. يعني مجهود. ان حد يجي بص. كلم. والله ما نفعش ان احنا نعالجه هنا. هناخده ونطلع. والكلام ده كله لازم احنا اعلاميا تصدرهولي بيانات. لان ده الرجل مهم بالنسبة لي. اه كانت حد كرة وضح لي بقى. طبعا. اديني بيانات بقى. وانت هتقول لي ايه. واحدة واحدة كده. ايوة. ما تسمنيش انا بقى ايه. يا اما هاجم صلاح يا اما دافع عن صلاح. وضح لي القصة. اه. ما هو اسلوب حياة. على فكرة. انت انت باتي بتكلم في تفاصيل صح? اه. انت ايه? حصل ايه في الاول? الترتيب الاحداث ايه? اه ليفر بول الف وامتى? اه اخدوا قرار بلغوا المنتخب مصر ايه بالزبط عشان يعمل. اه. فاهم قصلي? في ستابس كده مع ايه لازم تعرف. طيب. بس الف به. اه مصاب? لا ما يطلع. ما يتحرك. انا ما يتحركش غير اما هم ما ييجوا بصع ايه. وياخدوا القرار. طبعا. طبعا. يسافر او على فكرة انا انا ضد الحتة دي. اه. هو هو ضارب لاخن. هو مش عايف يعمل ايه? مش عافر. زي كله. اه. زي كل حاجة. اه. هي جت على دي عشان هي طلعة في النور يعني. اه. زي كل حاجة. اه. فما انت ما تلومش يعني. انا ده. ده ده المتعارف عليه. طب. هل انت برضو منظورك? هل صراح ممكن يكون مسلا قاصد انه يسي منه. لا يا عامل اه. اه. مفيش الكلام ده. من معلقة. اه. ليه يعني. عشان هي يعني. وبقى انت شعب ما تحبش نفرح. يعني هو اللي هي الحتة بتاعتك اللي هي مكسرة الدنيا. اه. ما خليك في. بس. خليك في ظاهره يعني. لان انت اللي انت بتقوله هنا بيطلع بره. فهيما اصلي. طبعا بيطلع بره. وبيشوف انت بتتكلم عليه ازاي. وفتاقا. رضيت انا ابيت صلاح من اعظم من اعظم اعظم. ايه. من لبس دي شورة منتخب مصر يعني. ده 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 الارقام. اه. مصري. هو ده اللي وصل لك. خلي بالك هو اللي ترامى ونشر حاجة كتير قوي. اه. يعني فيه ناس كادش عرف مصر يعني. فيه على فكرة فيه ناس ما تعرفش مصر. اه. هو عرفها مصر. فيه ناس ما تعرفش دين كزا. عرفها دين. يعني. ده سفير كويس. سفير محترم. لازم بتتشيره على دراسك. طي. صح. عندك شارع باسم محمد صلاح? لأ. عندك تمسال في اي حتة باسم محمد صلاح? هم. اه? بس عليك. انا بس عليك. انا بس عليك. بس انا بدا التقدير يعني. بس اعكيد هيتقدر. ايه ما. بس هنقولك حاجة بسرعة. عشان ارجع اقولك تاني. ايه. هويرجع برضو الاغلبية العزمة من الشعب المصر ما هو يحب محمد صلاح ويقدر محمد صلاح. لا يا فهمل لازم واحد زي ده. انت ما عندكش زي زي ما كده البرتوغيل ورونالد. انت نفس بس طبعا مع اختلاف. بص بيعملو له ايه. وانت بتعمل ايه محمد صلاح. انت على فكرة دايما عندك مشاكل مع محمد صلاح. من اول صورة الطيارة على الفهلاوة مش حلوة على فكرة. عارف انت لو واحد زي ده امليش ده بالتفاصيل بس في علاقة لازم تبقى دايما محتربة. ولا هتتستغليني ولا استغل. اه الجملة المنجملة المشهولة دايما يعمل تمننة. فيعمل. ايه بقى يعني. اميل عليه بقى. بالزبط كده. لا يا عميت. لا يعملاش كلامة. اللي هو انا قلت يا كده يا جماعة اتعامل مع محمد صلاح لانت كده اكينك بتتعامل مع ميسيا وكريسة ونطلو. فكرة ان كل شيء انت متعشم فيه. لازم تبقى تبقى فخور بمحمد صلاح. لهم اعرف اللهم ملاهم عليهم عليك. بس يابقوا محمد صلاح. حاجة ايخونة حاجة محترمة. مينفعش على طول تدوس. لازم عندك شك ان هو اصل ومش قادر يلعب. اصلا عايزي روح يلعب ماتش ارسن. يعني يا راجل مصادر. اه. خلاص بس الاخراج وكل حاجة حصلت حوالين دي غلط. ما تعملش صح. صحيح. انا وعيت عالكرة تقريبا وبدلت تفرج على كرة بشكل وانا مفاهم يعني من تايبا من التسعين مسلا. يا راجل. اه. انت ما ايه كان بقى احكيلي كده. لما انا لسه هقولك. ايه. بس خلاب يا شوية يعني. من سنة التسعين. اه. لحد هزي اللحظة. اه. همنون جملة واحدة بس. افتحوا بابل احتراف. اه. فيها جديد. انت خرابت ده. اه. انت حتى ايضا موت البنائي دي ما عايزيت لها بارة. انت اديته فلوس هستيرية ان هو ما يطلعش بارة. اه. انت انت موته. احتراف مين? ليه يطلع بارة طيما ممكن هنا ياخد فلوس قد كده. انت فاهم? انت هتقلب خريج كمان شوية. انت هتقلب الحتة بتاعت انت مش عايز. بالعكس ده هم هعدوها وابتدوا يلوها في حتة تاني. انت دلقتي بتدلع الناس بطريقة بشعة. انت الارقام هستيرية. فرق شاسع ما بين زمانه دلوقتي. تمام. طب يعني. فاهم قصد. ما عشان هاجي اقولك من ناحية تانية ما انت برضو مش فتح لي اول فكرة الاستراد. يعني الناس لا استولد. اجيب لعيبة. هديك مسائل. هديك مسائل وسائل علي. انا دلوقتي الاهلي وعندي محمد الشيناوي. دي تقولي ده عنده عرض احتراف. بس مش دلوقتي بقى عرضه احتراف في اوروبا من خمس سنين ولا حاجة. هاجي اقولك طب انا هجيب مين محمد الشيناوي. فمصر هنا مش لاقي. اروه هجيب من افريقيا هتقولي لا انت قافل حراس اجانب في الدولة المصري. فانا هسيبه هنا وابقى ليه نفس القصة الحراس. انت عايز الهارس يجي من برا? انا عايز كل ناس يجي من برا. انا عايز استولد عشان الناس تسيب برا وتسيب وتصدر. اول حاجة انا مختلف معك. ماشي. حلوة دي انت اتنالش فيها دي بقى عشان انا مختلف جدا. اول حاجة لا انت تصدر. ماشي. وتيفل بقى شوية كده عشان ايه الناس اللي عندنا كده. لان انت عندك مشكلة عويسة جدا. عندك فيه من الافارقة. عندك الافريقى اللي جاي انت مدي له فلوس هستيرية هو أصلا ما يسواهاش خلص عشان انت تاخد فلوسك وعندك اللي هو اللي جاي بجد مافهم نادي بقى مش معوش حاجة فهو يشم نفسه بأول شهرين وبقى كده تنطط على النادي اللي جابه عشان يروح نادي كبير فيبتدي يقعد في بيتهم وانت بتتفعلوش فيحصل قضية والحاجات الحلوة دي كلها وماقفش بقى الطايب التالي بس انت الديني كده انت مستفيد يعني كان واحد ما طارع معاك في الدورة المصري بالأفارقة خلي بالك الطبيعي اللي انت بتقوله ده صح بس في وسط قزمة ان انت مش عارف تدينه بالدولار وان انت حت اخر عليه وان انت حتعمل مشكلة في الفيفا وان هو هروح يشتكيك بلاها بقى تركز لي هنا على العيل الصغارة بقى وطلعي بقى ده الافريكا طلعي اتنين صغارين احنا عاديين ما ورناش حاجة احنا عاديين من النهاردة لغاية 26 لغاية 28 اعمل لي سيستم معايد وقفل لغاية تم تصدر يخش لك بقى تعال يا عم انت مش معاك تعال هاد بقى اللي انت عايزه طيب انت مثلا معاك لعب عنده 18 سنة تحت 18 سنة ده الاهلي ما عندهش لعيب اجاني بعارف في جيبهم مثلا زمالك ما عندهش لعيب اجاني بعارف في جيبهم والدنيا مقفولة او حتى معهش عملة صعبة يقدر يشتري لها لعيبة قبل ما تيجي تقول اما اتروح انت تقوله كواكيل لعبين انا عندي للعب دوت عرض موجود مسلا في بلجيكا والعرض في السويسرا يقولك لا 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 هنا لقي سيبهولي هنا تمام انت هنا هتقفل بشكل تلقائي فكرة التصدير عشان كل واحد يقولك لا حافظي على ده بقى انا هسيبه ليه انا والله لو جالي فيه بلايين انا هلعب بمين انا ما عندهش لعيبة لكن عندك واحد صغير عاو انت 18 سنة تمشيه طديه في اوروبا تمام وتدي للنادي بونس مسلا تقول له والله انا بدلا ما هديك خمس اجانب بس انا هديك ستة عشان طلعت ايه لعيب في اوروبا مسلا حالو بس اوف هنا بقى اه اوف هنا اه الراجل بقى اللي حيجي يحط لك فلوس في اللي عنده 18 سنة ده اه شافه فين واحدة واحدة بس يتقل معايا كده انا مش معايا السكة واحدة واحدة اه البناتب اللي هو اللي انت عايز توديه برا 18 و 17 والحكات اللي حلوة دي نفسي ايه هو هشافو فين بقى اه يعني جاي ياخده عشان يبقى احسن من اللي عنده اللي هو عنده 18 سنة يعني اديني كينونة اللي عنده 18 سنة ده لازم يكون بطرعة طرعة الداني اه صحب؟ لازم يكون بلعب في دور الممتاز اه لازم يكون متشافر داني مع منتخب مسلا الاشيخ مش ماكسر بيلعب اه مش لازم بكسر الداني ولا منتخبات بيلعب مع فرقته كواحد عنده 18 سنة في نادي كذا بيلعب ماشي بيلعب اه. كم واحد عنده 18 سنة في الدول المصري بينزل? لا قليل جداً طبعا. الراجل بقى اللي هناك اللي انت عايزه يدفع فلوس والراجل هنا اللي بيتنك عليه اساسة على واحد. يقول له عايز تنين. لا انا انا فاكر جملة شهيرة اولا. وما احس فلوس كمان. لا هقول له جملة مشهورة اولا انا عايز في اللعب اللي عنده 18 سنة ده اتنين مليون دلار. ولازم يجي له عرض ياليك بالنادي للجملة الشهيرة دي. ياليك بالنادي يقوليك باللاعب. اللي هو اللعب اصلاً لساً انت 18 سنة. وكاش. وكاش. لازم الاتنين مليون وكاش. ايه. لا انا انا بجانب من جملة ايه. يقوليك بالنادي وباللاعب يا بش يعني. معلش النادي يقوليك بالسويس وده يعني. ممكن يبقى اهم من اللعب يعني. مفيش مشكلة. بقولك انت لازم لو سبتها كده ابهزق لبتها كده. اه. مش هتمش. مش هتمش. لازم تطلع على قد ما تقدر بره. عشان تطلع بره لازم الناس دي تروح تلعب مش تلعب. لان انت او تعمل دورات او او تجيب على حسابك. انت في انت لازم تلمع البضاعة بتاعتك. او هتستنى ان انت واحد يطلع عفاكة كل اللي بطلعه بطلعه كده يعني. بالصدفة. بالصدفة مفيش بتلعمل لحد معين يطلع. صح. فعاهم اصلي? صح. فحط نفسك مكان الراجل اللي انت عايز وياخد. ويشتري. وانا حيشتري يشتري ليه? يعني يجي ايه وما تيجي انت تتنك عليه وهو واحد ما بلعبش اصلا. ويتقول انا عايز مسلا اتنين مليون اه ولا. هيدفعهم ليه براحي واحد جنبه وجاره وبدل البرتوغيال هيجي من اسبانيا عادي على ما. وهجيب لطمئة طرف اللغة. وبتكلم نفس اللغة يعني. يعني يعني. مصور بيش نفس اللغة بس يعني. اصحاب يعني. اه. انت ايه لحضيفه? انت لازم تسهل الدنيا شوية. لازم بتحس. وبعد كده ما فيش نادي بيقف على حد خلص يا كريم. نفيش. انت عارف كلام ده كويس جدا. فيش نادي بيقف على حد. فانت النهارة ما تقوليش ان ده حل حل تكمين من الجاب ده يجيب كيره. بس انا هقول لك حاجة برضو. هتيجي مسلا. انت عارف. زيزو مسلا. زيزو ده جاي. الناس نزل يا بس نزيزو ده جاي من البرتغال يعني. نوعا كان موجود في البرتغال. اه. لما هيجي له عرض ما انت تسمع ارقام دلوقتي عشرة واحد عشر بغض النظر ان هي في الخليج مش في اوروبا. اه. يقول لك لا انا مش هسيبه عشان حاجة مهمة جدا. الجمهور هيخضم مني جدا وهيزعل مني جدا رغم ان انا 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 لو بديل نادي انا هكامل الاحطرام طبعا عشان الناس بتزعل من القصة دي. اه. بس انا لو جالي في لاعب في مصر عشر احد عشر مليون دار انا هبيعه ومش هفكر في جمهور واحد. فقيس على ده كتير. والاهلي والزمالك وكله مش الزمالك بس انا بقول كزة عشان يديل القريبة. لكن كله يقول لك لا مش هاخد الفوز دي كله عشان الجمهور هيقفش علي. اه. على حسب عقد الوقت. حسب العقد اللعيبك اه ناقصه هتديه في عقده. ما انت النهاردة لو انت مش هتبيع اللعيب. وهو هيبقى ناقصه جيم. لو هو ناقصه اربع سنين. عامل انت عايزه. لكن انت لو ناقصه مسلا. مسلا اي حد بيرسي تاع وطير. وانت هتبيعو دلوقتي ما هتجددلوس اه. لو ما جدتلوش هتعمل ايه. بيه احسن ايش تستفيد. ولو ما بعتوش وما جدتلوش. هيمشي بقى لاش. ويا ما حصلت. اه. هي فكرة الكرة هي مدورة. اه. يوم هتبقى جامد ويوم هتبقى ضعيفة عالطرابويسة. لازم تستغل وانت جامد. هي دي رولز الكس. ده لو فيه امست يعني. لو في ايه يعني اه اه الدنيا صح. لكن لو الدنيا بالصح هكله شغال. كم مرة انت روحت النادي قتلهم انا عندي لعيب ممكن اطلاقه في اوروبا. قال لك لا ده عادو لسه فضل اربع سنين. يبقى عنده 23 او 24 سنة اصلا. بعد الاربع سنين دي. يقول لك لا خده لما عادو يخلص. بعد 24 دي يعني 28 يعني كيكا مش هتطلع في اوروبا خلاص. احنا مليس مع الكلام ده كتير. عشان احنا اصلا اللعب بيبدأ يتشاف عشان عالكلام اللي انت قلته. بيبدأ يبقى موجود في الدول الممتاز وعن تاته 24 سنة. لا 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 لسه شاب صغير. ولسه شاب وناشي يعني. ايه 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 ايه. فما احنا كده مش هنوصل لحل. اه فاق هو انت وصل لحل. انا عايز اوصل لحل. انا اوصل لحل. انا الكارسة اللي انت فيها او اللي انت مش حاسز. او انت واصل لحل. اه. او انت ناس ان احنا اللقتي بتقول حقيق يعني او احنا عشان كده احنا موجودين في الحتة دي. عشان احنا مش شغالين صح. بس. انا عايز اوصل معلش سامحني. فضل. انا عايز اوصل ابقى زي السنغال انا مدارب السنغال دلوقتي. عشان اجيب قيمة للمنتخب بتاعي بنائي من مية وخمسين لعب في اوروبا. ام. مش بالين من اللي موجودين في اوروبا وحطوهم في المنتخب واكمل منهم محليين. ازاي? والسؤال سأل اهو. ازاي بانا عندي مش مية وخمسين. انا عايز خمسين لعب محترف في اوروبا. ازاي ده يحصل? اه مش هيحصل بالطبيعة. بالنيتش مش هيحصل. طبيعة السنغالي بكلام فرنساوي مثلا. وجعان عايز يفهم يثبت وجوده محدش شايفه. ام. انت هنا مددل لحابتين. ام. وبتاخد فروس كويسة اوه ما اتطرقها. واعلمان ما اتغطي. فعيزا عشان تبقى عامل زي كده. ويكون عندك كده لازم يكون فيه قانون صريح. ام. ولازم يكون فيه حد بيبص القديم. مش بيع الهوى. ما انت ممكن تبقى الهوى على سنة. في الكرة ممكن تبقى الهوى عادي. عافية انت المدة الطويلة دي تبقى الهوى فيها عادي. لكن دلوقتي. حلو. بتظهر. انا ازاي افرد على الاندية? لا هتفرد. اه. انت لو عايز تفرد حاجة بتفردها. اه. اه. افرد عندي ان هما يطلعوا. اه. هي يقول لك والله. عادي كده مش عشان ان انا اشتغل و لا. عشان طلع. الولايات صغرين ما بيجيبوش فلوس يعني. بيجيوا فلوس بعد كده. مش دلوقتي. بس انت طلع. اه. اه. ايه المشكلة يعني. انا مش شايف فين المشكلة ان انت تطلع عايبة. ومش شايف المشكلة من الاتحاد الكرة ان هو يدي. يا سيدي انت عالفكرة انت مش مش لازم تطلع. زي ما قلت بلكده. حط رول ان لازم يكون موجود الفين وخمسة. اه اه اه. فهم كل سنة تروح منزل. الفين وخمسة على الدكة. لازم تلعب العائد الصغار. بالزوق. على فكرة انت في كده هتقلل الفلوس اللي بتتصرف. هتبص على الولايات الصغارين. هطعف تطلع. لان الناس بتبص على الصغارين على فكرة. هل انت فكر ان هم برا بيبص على 23 و24 ده بالنسبة لهم خاص كبر. نعم بيجي عقود مع سكاوت برا بقوله تفتق على الاتفين وتتاته لو ابني بقى. وبتاع. ده كبر خلاص. ده مش موجود في البداية. ده بيكلم بقى على فيه مو ستة وسبعة وتماني. حاولك حاجة اكيد انت اعرفها كويس. انديها كتيرة في العالم وانديها كبيرة في العالم بتشترط على الموديرين الفنيين اللي بيجوا. نعم. قولهم مسلا مسلا يعني. انت هتطلع لي اتنين لعبين من الشباب. ويشاركوا 30% على الاقل من مباراة الموسم. سواء بشكل اساسي او بشكل احضر. سلام عليك. اه. تقول سواح طبعا. متكلمك سليم. خلي بالك. دي سهلة. حاولك فرق. الاندال زي. سوري بقى. الاندال زي امبي. اولي تجلى. او المقاولين. دول بيصنعوا. يعني في كل عشر سين ممكن اخدوا بطولة. صح. فليه دي السياسة تمشي معها. اه. الاهلي او الزمالك او كزا لازم تطلعك واحد او اتنين لان انت دايما بطوع البطوع. ريسك ان انت هتحط واحد سواء ما فيش اي حد يقدر ما تقدرش تجيب مدنة بتقول له هتطلع لي بقولك انت بطولة. فانت جي واحد في النص ماشي مجاش لا خلاص عشان بطولة لكن هندقى التانية فيها كمية لا يبقى لازم يطلعه. لان انت كده وكي قاس طعط في الدور يعني. كده كده هدفك مش بطولة. يعني انت ريبقى في ان دايما بتصرف ببشاعة وهي في الاخرد دا وتبطل ليه يا اوه. في ايه? اه. يعني سيبك من او بتاع ده هم كل سنة كده. فيش حاجة جديدة يعني. انت عارف انا من الحاجات. وفلوس كتير اوي. اوي صح? ايوة طبعا. ويجي يقولك نادي استثمارة كزا كزا اللقاء مع. ما فكرة كيفش عاتيره متزلوية عشان الناس كلها متحطش بالسلوية. انا عارف. لا. على فكرة كل الان. وعلى فكرة الاجتماعي. انا مش محتاجة الكلام عليهم خاصة. والله. الله لا اصير. لازم تاني وحده لتكده في الله. عندها الاندال الاستثمارية كلها او ما تسمى بالاندال الاستثمارية عشان برضو ده دي فيها حكاية. اه. ما يسمى بالاندال الاستثمارية اللي في مصر. اه. اي حد يقولك ايه? تيجي مسلا تقعد معايا تقوله فاتح انتقالات الشتوية او في الصيف. تقوله انت ناوي تبيع مين? يقولك لا لا احنا واخدين قرار لان نبيع اي لعب. طبعا. ليه? بطولة بطولة بطولات. اه. اه. انا برضو فهمهاش طبعا انا عم يعني. يعني يعني. بس اقولك حاجة. يقولك انا مش ابيع ما هو انت اصلا انت ده مصدرك الوحيد على اي حد. اه. هتلا اي حد طبعا من الاندية اللي هي انت بتكلم عليها استثمارية دي طبعا برا يعني وجاب فلوس للنادي الاستثمارية. او واحد مستوى عيلي او ماركت فاليو بتاعها عيلي. اه. فكرة هو نادي الاستثمارية. ودي ديجلة نادي استثمارية. اه. يعني فاهم انا بحاولها الله اطلق. يعني وديجلة ده خسارة نوبة في الدور محترفين. الوادي ديجلة طلع كمية لعيبة غير طبعا. صح. صح. بخامة خمسة جنيه يعني. تفكير. تفكير. اه. طب ما تجيب الراجل اللي عمل الحاجات دي ويخليه يبص عماشين عندك وخليه يحطي لك سيستم تاعي. وهم طلع قد كده. هنجيب من بره ليه ما هو الراجل شغال. طلع عزيزو طلع كزا وفيه برامي بن سلباني موجود في الجزار كان برضو طبعا. في هاس كتيرة او طلعت من الوادي او حتى المنظومة او فكر الراجل ده. بقيت استفيد منه. عفكرة انا اختلفت مع مجد كتير جدا. فوق ما تتخيل. بس له كل الاحترام الراجل يعني. اضاف للكرة المصرية. صح انا وانت اهو اضاف ولا اهو. صح. وده واضح انه ادام ادام طلعت نتاج واضح. خلاص يبقى انت. امبي. ودلوقتي انا معجبني جدا من الراجل الموجود. اه. مختلف. اضاف ولا اهو اهو عنده حتى امبي بيطلع عنده دلاتي اتنين او ثلاثة الفين وثلاثة بالعامة. صح الله ما صح. صح. دول حتلينهم طيرين. اولين زمان اوي بقى. اما اولين. زمان. لا فيه ولد كويس في مولين سغير. اه. اما كان ما كمنظومة بتضع يعني مش مش بالصوت. انا دايما محبش فكرة ان الصوت فتطلع حد. اه. بس مولين زمان كان بيفكر دلطريقة ديك. ويطلع كتير. وامبي كان بيطلع بطا. وامبي كان بيطلع بطا. وامبي كان كل الويند صورين كويسين برده. اه. فالشغل ده مش موجود خلاص. خلي بقى. هو دلاتي بقى الكميرشل. اه. انا بقول ده بيع الهوى او بيع بقى حاجة كوميرشل قوي. القشرة يعني انت المنظر للاكلة حلوة قوي بس هتدوق هتليها وحشة قوي. فاهم قصدي؟ من بره حلوة. من بره حلوة قوي. تحس ان انت يعني يا ريت. اه. تعالى بقى خش جوه. فين بقى المعنى وفين المضمون وفين الاساسمار وفين الفايدة للبلد. فين فين فين. اديني حاجة. ما فيش اي حد. اديني امارة. طب اديني حاجة تزرعت وحطاها. يعني كمان ليش انها وانت موجودين. اه. كمان هر بقى تلاتين سنة. بقىش تلاتين. عشر سنين. اديني حاجة تعاملت دلوقتي. حتطلع. حتطلح كمان عشر سنين. ما عشان كده انت دلوقتي تتكلم على فكرة ايه? انك تعمل دلوقتي عشان تاخد النتاج بعد عشر سنين. ايه. واحنا لسه بنتكلم على فكرة هنمشي المدرب ونجيب مين مكانه. محلي ولا النبي. اه. انت بتلاقتش قولت حاجة اصلا. دي قصة تانية. اه. انت قولت حاجة? لأ. انت كان معت حال الكورة. ماليش دعوة. اي حد. انت تلاقى انت عارف مصير الناس. مصير اقول لك هو محدش هالف ياخد القرار الصح في توقيته الصح. دايما خيباك التوقيت. مهم جدا في القرار. ممكن القرار يبقى غلط. بس توقيته صح. فقدر وقت. فاهم? التوقيت. ازاي تعرف? في التوقيت. بس نحب بقى. ايه اللي هيحصل? نسرح ونسق ونشق. عشان ننسى. وعشان قصد دول حصل كذا وكذا. على فكرة. انا انت سألتني انت متفاعل قلت لك لأ. وحيحصل تغيير هقولك لأ. طبعما طول ما الفكر واحد مع مشيه تتحرك. مشيه تتحرك. الله يفتح عليك. الله يا ربنا اتكلم. بعد الفاصل. الفاصل مع نادر شاوي. خليكم معنا. شايفين طبعا الحوار مع نادر شاوي. طبعا زي ما قلت لكم هيبقى حوار كله تفاؤل. نادر قبل الفاصل قال لي انا ما عندش امل في اي حاجة. فالهالي. هيضبه ومفتاح. فانا هروح معاه في سكة تانية خالص. لعله وعسر. اكرم توفيق عامل ايه? مش مبسوط طبعا. مش ليه مش مبسوط. اكرم اه من هو اللي دايما بيحب يلعب واعايز يلعب ولازم يكون فى البلعب. اه كان عايزة طبعا اكيد يكون موجود مع منتخب مواصل مع صالص النصيب. اعتقد ما هو عايزة. طبيعا. اه مش مبسوط فى المنتخب. اه يعني كان عايزة طبعا اهلي لسه مابتداش يعني هتكلم على المنتخب. اه. عالمنتخب. اه كان عايزة روح. كان عايزة بس هو كان لسه رجل عمل الصغفة فممكن نديله الحتة دي يعني لو بصيت على قصة ياسر الراهيم هقول له ابني بقى اه انت القصة اه انسى علاقة اقرب توفيه ومارسي كلها علاقة كويسة كويسة ما فياش مشاكل لعلا اشي احنا سمعنا كلام كتير وانت اكيد سمعت كتير انه راجل عادي لا ما اعتقدس ان فيها مشكلة مش شايف ان فيها مشكلة حالية اه ولو في مشكلة اكيد هنعرف هل اكرم نفسه جالك او اهلي طلب منه قالك انت بقى طبعا بتبقية الحال بمنك وكيله اه شوف لي عرضي في ينايا لا اطلع اهارة فيش لعيب في مصر او فيش لعيب ما بيكل الشرافين ما بيقول لكش انا عايزة اطلع بولا فيش لعيب في مصر ما بيعملش كبه ما اصددش بره مصر بره مصر لا هنا ايان يا راجل طيب يا عمر انت اتهزر بقى هنا فين اعرف فين يعني احكيلي كده اعرف فين دي بقى مش معاية يعني على طول اه اروح فين هنا مش هيبقى معاك لا يعني هروح فين يعني هنا هو هنا بالعب في النادل الاهلي واخد وضعه واتاقد ان النادل الاهلي يعني عمل فهم هما الاتنين عملوا كابل ستنين مع بعضة هلوة يوم ما هيطلع من النادل الاهلي اطلع بره اه اطلع بقى ايه الخليج بقى اطلع كذا ايه ورده هل هل نادر انت بقى بشكل شخصي هل نادر اه مصنف دائما انه يتعامل مع الاهلي او يحب الاهلي اكتر لكن بحب الاهلي بحب الاهلي جدا طب وقت مايرفع صمع التليفونج قدي узнаين كذا ما اعامل كده طب بس في اي نادي في الدنيا برفع صمع تطليفونج او علي انا شخصيا حاجة اعمل اللي هو عايزه بنفس الكفاءة بتاعت النادي الاهلي بس عشان الاهلي هم عارفي يعني فيه علاقة من زمان. في عارفين بعض خلاص. لكن لا بلاكس ده انا شولي مع الاهلي مفيش يعني. مين قالك استشاري اكتر غالبا. فهي موز يعني ما فيوش يعني لو عدت مع الاهلي كتير حفلس. العلاقة العلاقة مع الزمالك. حالية مع الزمالك هائلة. مع الزمالك هائلة. مجلس محترم وناس محترم او. اه. تحس انهم بيتكرموا نفس اللغة. حاجة حاجة ربنا يبريك لهم يا. دلوقتي عارفك هاي. هيبقى يعني هيبقى خطر قريب. يعني ايه اللي هيبقى خطر؟ يعني زمانك هيبقى خطر قريب. اه طيب. طبعا طبعا. انا اواصك من اقولك. عشان جيبلهم لعيبة حلوة. مش شكاية لعيبة حلوة. حكاية ان فيه حاجة جديدة. اه. فيه كده اه. اه اعطاك النادي زمانك هياخد لافل تاني في السنتين التاني. يعني في سنتين اللي جايين. اه. مش مش كورة بس. ايميج كورة. اه. فيه حاجات كده هتبقى تليق بنادي الزمارك. اه. انا عفكرة انا احلى جد. بس شايف انا بحب جدا ان الكمباتر بتاعي يبقى. في نفس اللي جمهور وليه اصل وليه تاريخ. اخوة. اما نيجي نغلس على بعض عن بعض أعرف نغلس على بعض. طيب حل ده الوقت المناسب بعد ما تألق وكسر الدنيا وبين كلنا كشعب مصر فرحانين بيه. نقدر نقول دلوقتي انك ساعدت وساهمت ان مصطفى محمد ياخد خطوة في الاحتراف الخريقي. اعمري ما تكلمت مع مصطفى محمد خلص غير المرتين مسان. اه. هو لعيب كويس بفكرني بعمر. اه. بس اه لا ما فيش. بالعكس انا انا شايف الناس هتزعل. بس اه اه هتقولي تاني اه مصطفى محمد لايه جدا عنه على الدور الانجليزي برضو خلي بالك لايه جدا عن دور الانجليزي اه طبعا اه طبعا اه اعطاك ان هو اللازم يرويه انا ده رأيي انا بس انا عملي كانت مصطفى اه 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 في حد كان عايز يجده حاجة في روسيا بتاعي باعتقدش ان يعني اما موصلتش المسجد بس ان شايف ان مصطفى يليه في الدور الانجليزي دلوقتي ولا لسة محتاجش اه طبعا اه ها ها عده كم سنة سنت عشرين اه اه تريبا اه ها سنت عشرين كده يا خلاص بتاعي انجلتوره لازم وصلها محمد يروحها لازم ياخد خطر او اعلى لفن اعم انا دايما كنت بحب اوصل لأعلى لفن ايوه انا بحب اجيب من الاخر دايما بحب اجيب من الاخر فانا بعمل شغلي على اساس ان البناء ده من اللي معي يعرف في روح هناك وآه اشتغل بقى انا وصلتك لحتة كويسة اشتغل. اه. مش انا اللي انا ما بلعبش كورا يا فكرة. انا شغلتي انا وكيل العبيد. اه. اعرف ان انا لك من حت الحتة. فانا لقلتك من هنا على انجلترا على طول. اه. اه. على طول. اه. بعملت دوري. اعمل انت دورك. مصادفة محمد دي ليه اعدون انجليس طبعا. بس لو اشتغل زي ما ومشتغل فرنسا. طيب. هل اللعيبة بتاعتنا اللي كنت انت بتوديهم انجلترا. اه. كانت الامور سهلة عشان هما لعيبة كويسة اوي. اه. ولا عشان. ولا عشان كمان كنت انت بتعرف تفتح ماركت هناك. عشان بس انا بس للسؤال ده. عشان احنا لعبتنا باش نشوفهم في الدولة الانجليسية خلاص هو صلاح والنني من زمان اوي اوي اوي. وبعد كده ولقابليهم بقى حسن وشوقي ومتعب وعمر زاكي وكل الاسماء اللي اللي هما الاسدي كان بتشرفك. اه. الناس دي ما كنت بترفع سمعت تريفهم برة تتكلم عليهم الناس عارفاهم. اه. مشرفينك من زمان. من اهم اه 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 الارجنتين اللي هو كان متخب اوليمبي. الجيل اعماد كان مشرفك في افريقيا وكان واخدها. اذا الجيل وهو دي المصيبة ان انت انت بتهدم شكلنا كمان. يعني انت اصلا انت بتباوز التصدير. اه. فهم اصلا انت بتباوز التصدير. انت القماشة اللي انا عايزة اتفرج عليها في 2003 تموتها خلاص مش طلعة. الستة مش طلعة. خمسة ربنا معانا ان شاء الله. فانت الزمان بقى ما كان بقى عماد وكزا. جيل الناس كلها شايفاه فهم تبعاه. اه. فالسكاوت شايفين. فما تيجي تكلم على عماد عارفين وعمر عارفين. طبعا. يقول لك يلا بك. شوقي واليماني وجيل الرحيم ده. الحماني كمان اه. هو ده ما ما كان بيدعبه ضد بارجنتينو. فصح? صح. اه. لوحدهم سمعه. اه. بعدها بسنتين مع منتخب مصر. 2006. سمعه. اما تيجي تفع سماعة تليفون وتشوف السي في ده. مين اللي هيقول لك لأ. صح? او مين اللي مش هيسمع لك. ولعاكس الصحيح انت هتيجي تقول مسلا انت انت نادر تبع عارف ان لعيب دا كويس او ممكن ينعب في انجلترا. بس محد شافه ومحدش عارفه. فهتيجي تقول يا جماعة خدوا الراجل دا يقول لك لأ انا انا معرفوش. معرفوش. لكن مين دا? اه. لكن دول كانوا مسماعين. دا بالعاكس. دا الواحد كان على حصهم يعني بيشتغل. حاجة يعني حاجة تشرف اي حد. دي سادي احد دي شايت حق يعني. مين اللعيب اللي كان نفسك تودي انجلترا وما نفعش? عماد. طبعا. اه. طبعا طبعا. ما نفعش شنعات بحاول يمينه والشمال وفوق وتاعت. اه. عماد كان نفسي اللعه في الجلد. ولا كان يستحق اللعه في الجلد. اه. 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 ما نبتعب دا يعني. خباك الجيل جيل كان محترم يعني. كله. احترم قوي يعني. كله. كله. كنت لسه بتكلم مع محمد شاوي من يومين تلاقيتك. اه. اه. وبقوله ان الفرق. خلي بالك انه هما برضو كانوا ممكن يكون عندهم اختلافات كتير. وممكن تكون انت مش تتعرفش مسلا مشاكل. بس كابتل حسن كان مسيطر سيطرة جوه. وممكن كنت روحة فاكرة اللي يوجد روحة الفندق تقعد. بس بقادب وبحترام ما فيش تعدي. قعد هناك خمس زي. حاطرت نظام. بقى كله عيلة واحدة. فيه اختلافات بس عيلة. انت النهاردة مش مش لاقي. انت اللعيبة هي اللي بتجتهد ان هما يحاولوا يلموا بعض. باين قوي كان باين يعني. مش فرقة. يعني مش شايف حاجة انت شوية يمين وشوية شمال وشوية فوق وشوية تحت. صح. كامس لي غلط وكل حاجة غلط. اه. لكن الراقل كنت احعرف كم بيعمل ايه. وقبلي كنت جورك عالف ان يعمل ايه. مين اللي عايب في منتخب مصف تحس انه ممكن يلعب دور انجيزة غير مصطفى محمد. مرموش طبعا. مرموش. طبعا. مرموش اه. ربنا هيكريوه. هيكريوه. هيروح. هيروح بعيد. اه. عبد المنعم ايه. عبد المنعم. شكله خليج كده. شكله خليج. اه. ليه بقى قلت كده. مش حاسه. اه. لا هلو مش حاسه مش حاسه ان هو هينفق فقراب. مش عارف ليه. متأكيد عندك معي لك في دماغك. اه بس ده رأيي انا خلبي. مهمية في الماء رأيك. اه. ان شاء الله بيزن الله يلعب في منتشستر سيت. يا رب يا اه. بس انا رأيي ده لأ. ده حي. اه. ممكن يوصل للافل عالي قوي مسلا في السعوداء يلعب هلال يلعب يعني فيها مع ممكن. اه. بس مش شايفه في اروبا. ليه بقى اما انا عايز افهم. ليه مش شايف في اروبا. مش عارف. امور فنية ولا امور آآ منتاليتي ولا. مش مدي انا معرفوش شخصوين بقداش اكلم عن منتاليتي اه. بس مش وانا ببص عليه. مش مديل حتة ان هو ممكن يلعب بار. اه. بس هي هي زي ما اختلف معايا زي ما انا بقلتو مصطفة فاتحين مينفعش يعني. فيه ناس كده كويسين في لفل معايا في حتة معايا هنفعش يطلق امر. اه. هي ممكن يدرق يعني فامي يعني رمضان طلع مسلا انجلتور. ام. ينفع في انجلتور. بس هم مستغلش الموضوع. مصطفة حتى بي كانش ينفعي طلع انجلتور. ام. فاهم قصلي? دولات موزة بقى. بالمناسبة في ناس بتقول انه رمضان صبح ممكن يرجع النادي العالي في وقت. انا عاربش اسأل النادي الليل انا بقى انت راجبك اشتغلت معي ضمن الصبح. اه. صحي كده? وخلصت. وقتها بقى بدماغ وتتصور انه هو ممكن يفكر. اعرف. اه. دلوقتي متعرفش. ده معرفش طبع. لكن وقتها لم كنت معاك كان ممكن. اه. اه. بس يا طبعا لكن ما اعتقدش يا. ما اعتقدش خاطر. رمضان مش هارجع لاني. ما اعتقدش اه. اه. ما اعتقدش. ده شرفت ونورتك العادة الحوار معاك دايما من المنتجة. والله احنا هنوضت بقى السنة ربنا نديك العمر والدين. السنة جاي بقى بص هي. ان احنا اه. السنة جاي مع بعض. السنة جاي مع بعض. اه. بس هنغيرنا. حاجة تحزن. والله يا حاجة تحزن. والله العظيم. انا ربنا معاك وتبتطلع كل يوم تهتي. انا متل ما بحيتيش ولا بعمل حاجة بس. انا بس انا عندي الاختيار. اه. انت بتهتي كل يوم ربنا يكرمك وافقك. يا ربي خليك. وان شاء الله تكمل على خير. ان شاء الله. نورت الدون يا حوار. شكرا جزيلا. يا ربي خليك. ده كان ختام حلقاتنا النهاردة من رقم عشرة. يا رب تكونوا استمتعتوا معنا. اشوفكم يا رب. على الخير.